انا مازلت مخلص للتليفزيون المصري مازلت لان لحمك تافي منه وداني الاسم مش عايز اقول الشهرة لكن انا من اباء هذه المهنة ولاني من اباء هذه المهنة طلبوا مني ان انا اقدم البرنامج مع ان مقدمة البرنامج ست كمل ولها عطاء عام دينا عبدالكريم وهي قيمة بالنسبة للشاشة وايضا تبحر في اجواء غير معلومة في شاشات الحياة والحياة شاشات طلب مني ان انا نقدم البرنامج شغل عالي وانا لما بسمع كلمة شغل عالي ادرك تماما انها في اعمقها تحاول ان تمجد قيمة الشغل المضبوط المحترم العالي ولما بقول شغل عالي هي كلمة بيقولوها الجدعان الحارات المصرية يقول لك ده شغل عالي ده شغل عالي ولهذا شغل عالي انا هحاول هكون ضيف في شغل عالي على الله اقدر اقدم شيء في شغل عالي اهلا بدينة عبد الكريم اهلا بدينة عبد الكريم انا ما كنتش احلم ولا اتمنى مقدمة حلوة للبرنامج الله يخليك وفهم اللي رؤيته ورسالته قدل لكلام الحلوة انا مرسوطة جدا 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 اللي حدثت معنا